اشتركوا في القناة من صميم تفقد احتياجات من لازمتهم الاعاقة التي لم تكن يوما لجصبح حاجزا امام ما يطمحون تم الاعلان بكل فخر عن 75 من الطلبة الذين نقشت اسماؤهم في افق تخريج الفوج الثامن عشر من المراكز التأهيلية والاكاديمية والمهنية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراكز عمدت على تقديم التعليم والتدريب على برامج تأهيلية خاصة رعي فيها الفروق الفردية بين المنتسبين والله مراكز التأهيل ومراكز العناية بدوي الاحتياجات يسمونه دوي الاعاقة الان احنا نسميه من شاء الله دوي الهمم منتشرة في ارجاء البحرين وتشهد تطور كبير يعني عندنا اليوم مشروع ضخم قاعد ينفذ في عالي لتوفير العناية الشاملة لذوي الاعاقة يقدم خدمات فريدة من نوعها ومنوعة وراح تشهد تطور كبير اليوم المعاهد الموجودة تعمل ونرى اليوم في هذا الحفل ان هناك 75 طالب وطالبة تم تخريجهم من هذه المعاهد واستطاعوا ان يثبتوا بانهم يملكون القدرات ويملكون المهارات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع وكذلك تساعدهم على الاندماج في مقاعد الدراسة الاعتيادية لدى وزارة التربية والتعليم وبعضهم جاهز للاندماج في سوق العمل ادوات وامكانات بجميع انواعها زخرت بها المراكز التأهيلية والاكاديمية والمهنية وكانت بها خير داعم ومساند امام ذوي الاعاقة الذين تمكنوا من الوصول الى ما حققوه في مشوارهم الدراسي فرحة لا يمكن اخفاؤها بعد جهد ومثابرة على تحصيل نجاح شامل يشار اليه بالتميز والفخر هذا اندل على شيء فانما يدل على اهتمام الوزير والعاملين في الوزارة ان كانت وزارة العمل او وزارة التنمية الاجتماعية ولم نحس في اي نقصان في هذا المجال بسبب اهتمام الوزير الدائم والسؤال عن هذه الفئة في المجتمع كذلك نشكر المدرسات والعاملين الذين يعني بدلوا كل ما يستطيعون من جهود من اجل رفعة هذه الفئة في المجتمع ووضعها في المجال الطبيعي بين الناس بنتي اليوم مثل ما سموهم سعادة الوزير اصحاب الهمم تسمية اثلجة صدورنا كنا نطلع لها من زمان واقعا سوى من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والان ايضا وزارة التربية والتعليم ادمجوهم في الثنوي احنا فريحين ونقول ابنائنا في ايدي امنة سوى كانوا في مركز شيخان لتخاطب الشامل والان في وزارة التربية والتعليم نتطلع الى مستقبل مشرق الهم ان شاء الله يشاركون اخوانهم ومخواتهم في بناء هذا الوطن الجميل فوج سعى بارادته ورغبته وحرصه على علوي ذاته رغم اعاقته نحو تحصيل علمي تأخذ بيده نحو ما يضمن له رؤية واضحة لمستقبل افضل يرتجيه ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين